الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية الى الكويت يسلم خلالها رسالة من الرئيس السيسي الى امير البلاد الشيخ نوافل احمد الجابر الصبح كبرص تعتبر زيارة الرئيس التركي المرتقبة الى مدينة فاروشا بالمنطقة المتنازع عليها استفزازا غير مسبوق العشرة صباحا في القاهرة ثامنة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة اهلا بكم تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقد مؤتمرا صحفيا في تمام الرابعة من مساء اليوم لإعلان النتيجة النهائية للجولة الاولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك في مصرح التلفزيون بمبنى مسبيرو واكد المستشار لاشين ابراهيم ان الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العام على مستوى 13 محافظة جرت فيها انتخابات المرحلة الثانية كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها مشيرا الى انه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة واضافة اصوات المصريين بالخارج اكد احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان مصر تتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكراكات بالحدودي في المغرب وقال حافظ انه في ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الاحداث فان مصر تدعو الاطراف الى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الامن بما تشمله من وقف لاطلاق النار والامتناع عن اي اعمال استفزازية واي اعمال من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة واضاف ان مصر تؤكد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الازمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الاطراف ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي لا سيما مبدأ سيادة الدولة يوصل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الى دولة الكويت والتي يسلم خلالها رسالة من الرئيس اسيسي الى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية بكل من امير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين وتتناول اللقاءات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الاقليمية وصلت الى قاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك نسور النيل واحد الذي يستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري التدريب الذي يتم لأول مرة بين البلدين يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة اشتركوا في القناة وحدات من القوات الجوية وعناصر قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك نسور النيل واحد والذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأجشطة والفعاليات حيث بدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة أدانت قبرص الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى منتجع ساحلي متنازع عليه في الجزيرة القبرصية وقال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أن زيارة أردغان المقررة إلى شمال قبرص ومدينة فاروشة تمثل استفزازا غير مسبوق ينتهك قرارات الأمم المتحدة وأضاف في بيانه أن تحركات كهذه لا تساهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حل للمسألة القبرصية شارك عشرات الألاف من مؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات بشوارع واشنطن رفضا لما وصفوه بتزوير الانتخابات هتف المتظاهرون عند مرور موكب الرئيس ترامب الذي لوح بيده من داخل سيارته الرئاسية ويرفض ترامب نتيجة التصويت وأطلق موجة من الطعون القضائية أملا في قلب النتيجة وقال مسؤول الانتخابات في أنحاء الولايات الأمريكية أنهم لم يروا أدلة على وقوع مخالفات كبيرة بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولة خارجية تشمل دولا أوروبية أخرى بالشرق الأوسط وكان وزير الخارجية جون إيف لودريان قد صرح بأن الحكومة الفرنسية ستبلغ بومبيو خلال زيارته عدم تأييدها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أو العراق ومن المزمع أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا لاثنين وزير الخارجية الأمريكي أدرم سكان قرى في إقليم ناجورنو كرباخ النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا في الوقت الذي تستعد فيه أذربيجان للسيطرة على الإقليم وقام سكان القرى بشحن متعلقاتهم وأمتعتهم على سيارات تابعة للجيش معربين عن تفضيلهم لحرق منازلهم على أن يتركوها للقوات الأذرية وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ييريفان وباكو تحت رعاية موسكو ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال العنيف في ناجورنو كرباخ وهي منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان مناطق واسعة كانت تحت السيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينيات اعلنت وزارة الصحة خروج تسعة وتسعين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مائة ألف وتسعمائة وستة وأربعين حالة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل مائتين وثمانية وعشرين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة ثلاث عشرة حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر أحد عشرة حالة وخمسمائة وألف حالة وخمسمائة وسبعة وأربعين إصابة وستة ألاف وأربعمائة واثنتين وأربعين حالة وفاة بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسة ألاف حالة وفاة فيما ارتفعت الإصابات إلى أكثر من ثلاثة وخمسين مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف حالة وفاة في غضون ذلك سجلت الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة البلدان الأكثر تضررا بالوباء أكثر من مائة ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من عشر فاصل ثمانية ملايين حالة إصابة وما يزيد عن مائتين وخمسة وأربعين ألف حالة وفاة تجاوزت المكتيك عتبت المليون إصابة مؤكدة بكوفيد تسعة عشر بعد أن سجلت خمسة ألاف وثمانمائة وستين إصابة جديدة في غضون أربع وعشرين ساعة حسب ما أعلنت الحكومة وبلغ عدد الوفيات المسجلة في ساعات الأربع والعشرين الماضية ستمائة وخمسة وثلاثين ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ثمانية وتسعين ألف ومائتين وتسعة وخمسين وفاة وتبقى المكسيك البالغ عدد سكانها نحو مائة وتسعة وعشرين مليون نسمة الرابعة بين أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند في القارة الأوروبية أعلنت الحكومة النمسوية إغلاقا عاما صارما في البلاد حتى السادس من ديسمبر المقبل للسيطرة على الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا استحوذت أوروبا على أكبر نصيب في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس تم تسجيلها على مستوى العالم فبين أكثر من 657 ألف إصابة جديدة استحوذت القارة العجوز على 43% من الحالات الجديدة في إيطاليا سجل مؤشر الإصابة اليومية بفيروس كورونا أكثر من 37 ألف إصابة كما أودى الفيروس بحياة أكثر من 540 شخصا خلال 24 ساعة فقط وما زال إقليم لومبارديا الواقع شمالي البلاد هو الأكثر تضرورا من الفيروس مع تسجيل أكثر من 8 ألف إصابة يومية جديدة بالفيروس وفي ألمانيا سجل مؤشر الإصابة اليومي أكثر من 22400 إصابة فضلا عن نحو 180 حالة وفاء وعلى رغم من ذلك لقيت الإجراءات الاحترازية للوقاية معارضة شديدة ففي مدينة فرانكفورت اندلعت احتجاجات ساخنة استخدمت فيها قوات الشرطة مدافع المياه لتفريق المتظاهرين وفي النمسا سجلت المؤشرات أكثر من 9500 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط لذا قرر المستشار سيبستيان كورتس فرض عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الثلاثاء المقبل إذا لم نتعامل مع الموقف بجدية سنواجه خطرا هائلا سيتواصل ارتفاع المصابين ما يمثل ضغطا كبيرا على وحدات العناية المركزة سنفرض إجراءات احترازية مشددة نعيد بعدها إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية خطوة بخطوة الشهر المقبل حتى نتمكن من الاحتفال معا بموسم الكريسمس في أمان وفي البرتغال سجلت البلاد أكثر من 6600 إصابة يوميا بالفيروس إضافة إلى 70 حالة وفاة جديدة وعلى رغم من اضطرار السلطات إلى فرض قيود إغلاق تجاري لكبح انتشار الفيروس لقيت هذه الإجراءات انتقادات من المتضررين تم فرض إغلاق عام في البلاد للحفاظ على الصحة العامة وحماية المتعملين مع المحال التجارية ولحماية أطقم العاملين أيضا وبالطبع عائلاتنا والوطن من الوباء هكذا بدت أوروبا في أحداث تداعيات الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا ولا تعرف القارة العجوز إلى أي مدى تستمر هذه التداعيات بدأت لبنان إجراءات إغلاق عام جديد لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ولرفع استعداد القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى الموجة الثانية لجائحة كورونا فرضت نفسها بقوة على المشهد في لبنان شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تشهد التزاما شبه كامل بقرار الإغلاق العام للبلاد ومنع التجول ابتداء من الخامسة عصرا وحتى الخامسة فجرا للحد من تفشي الجائحة وآخلت الشوارع من المرة وحركة السيارات وأغلقت جميع الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل أبوابها قبل حدول الخامسة عصرا بيروت ومعظم المناطق اللبنانية شهدت خلال ساعات اليوم الأول للإغلاق العام للبلاد والذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري التزاما متفاوتا بتعليمات الأغلاق العام والإجراءات الوقائية والصحية ما بين مناطق التزمت إلى حد كبير ومناطق أخرى التزمت بصورة جزئية ومناطق شهدت ازدحاما وحركة طبيعية لأسيما بعض المناطق والأسواق الشعبية ورغم ذلك سجل لبنان في الأربع والعشرين الساعة الأخيرة ألفا وستمائة وستين إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من مائة وأربعة ألف حالة إضافة إلى أكثر من ثمانمائة حالة وفاة الأجهزة الأمنية قامت بتسيير دوريات أمنية ونصبح واجزة في العديد من الشوارع وقام ضباط وأفراد الشرطة بالمرور على المحال والأنشطة والمؤسسات غير مسموح لها بالعمل ضمن فترة الإغلاق العام للتأكد من إغلاقها وصل ألاف الإسرائيليين احتجاجاتهم الأسبوعية والمستمرة منذ يوليو الماضي للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بن يمين تنياهو على خلفية إدارة حكومته السيئة لجائحة فيروس كورونا بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو كل يوم سبت على موعد مع احتجاجات متواصلة أمام مقره بوسط القدس المحتلة تطالب برحيله ألاف الإسرائيليين رددوا هتافات ضد نتنياهو المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا في خدم المظاهرات ضد فساد الحكومة الإسرائيلية وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات في سلسلة من الفضائح المتورد فيها أقطاب في مجال الإعلام وندد المتظاهرون بما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا من طرف رئيس الوزراء وكذلك ما وصفوه بهجماته على الديمقراطية كانت الحكومة الإسرائيلية قد بدت أنها احتوت الجائحة في مرحلتها الأولى خلال الرابع الماضي لكن إعادة الفتح السريع للاقتصاد أدى إلى حدوث طفرة في الإصابات وخلال الساعات الأربع والعشرين ساعات الماضية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما تم الإبلاغ عن 294 حالة خطيرة في العاصمة البيروفية ليما قتل متظاهر خلال اشتباكات اندلعت مع الشرطة المحلية إثر تجدد الاحتجاجات المناهضة لتولي مانويل ميرينو رئاسة الجمهورية بعد إقالة الرئيس مارتين فيسكارا وأصيب ما لا يقل عن 25 شخصا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لإقالة الرئيس مارتين فيسكارا وتعد التظاهرات التي شهدتها الليالي الأربع الماضية هي الأكبر في البلاد منذ عشرين عاما اتهمت باكستان الهند برعاية الإرهاب وزعزعت استقرار البلاد والمنطقة عبر تمويل جماعات تستخدم العنف وهي اتهامات تأتي على خلفية تصاعد المناوشات على خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا وزير خارجيتها إنها ستقدمها للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى ضمن التصعيد الدائر مؤخرا بين الجارتين النوويتين توفر الأدلة المقدمة من باكستان دليلا ملموسا على رعاية الهند المالية والمدية للعديد من المنظمات الإرهابية بما في ذلك المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة وهي جماعة الأحرار وجيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان وقال وزير الخارجية الباكستاني في مؤتمر صحفي إلى جانب المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن إسلام آباد قدم تفاصيل كثيرة واتهامات محددة لرعاية الهند جماعات تستخدم العنف ضد باكستان الهند تستمر في انتهاج سلوكيات مارقة وإذا لم يدرك العالم أجندتها لزعزعة الاستقرار وتقويد باكستاني والمنطقة فأخشى أن لا يكون السلام والاستقرار في منطقة جنوب أسيا النووية من أولويات الهند تاتي الاتهامات في وقت تصعدت في حدة التوتر بين الجارتين النوويتين على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه صعدت القوات الهندية هجماتها على خط المراقبة وقمنا برد مناسب للغاية تكبد الجانب الهندي خسائر فادحة في القوات والعتاب لكن الأمر الأكثر سوءا هو أنهم يواصلون استهداف السكان المدنيين وبشكل متكرر تتبادل القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على الحدود الجبلية بينهما في منطقة الهيملايا نصدر نزاع طويل الأمد بين القوتين الإقليميتين في جنوب أسيا في إقليم كردستان شمال العراق تأثر العاملون في مجال تجليد الكتب وترميمها من تراجع المهنة بسبب جائحة كورونا التي أغلقت الدووين الحكومية والمدارس ضحية قد لا يذكرها كثيرون في خضم جائحة كورونا وهي صناعة الثقافية التي تضررت بقوة وبخاصة المهن المرتبطة بالكتب أكو علي كوردي من السليمانية يعمل في صناعة تجليد الكتب منذ ما يزيد على العشرين عاما الرجل يشتهر في السليمانية بدقته في ترميم وتجليد الكتب لكنها الجائحة التي لم يسلم منها أحد لقد أغلقت الجائحة المدارس والمؤسسات الحكومية وحالت بينه وبين عملائه الرئيسيين بسبب فيروس كورونا توقفت المدارس والإدارات الحكومية وعندما توقفت توقف عملنا عملنا ينعاني تدهورا فقط عندما يأتينا أحد ومعه كتاب ممزق من منزله أو سجل مدرسي مهترق لإصلاحه ويتقاد أكو ما يعادل أربعة دولارات مقابل إصلاح الكتب متوسطة الحجم وثمانية دولارات لإصلاح وتجليد السجلات الحكومية الكبيرة لم أتخلى عن مهنتي لأن البعض يحب المنتج اليدوي يعجبهم لأن الغلاف اليدوي متين وأصلي لذا يداومون على قلب كتبهم وسجلاتهم إلى هنا يذكر أن الحكومة أمرت بإغلاق المدارس والجامعات في إقليم كردستان مع مطلع نوفمبر ولمدة شهر بسبب تزايد أعداد حالات كورونا بين المدارسين والطلاب وختاما هذا التفكير بأبرز العنوين الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النوات وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت يسلم خلالها رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصبح وقبرز تعتبر زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى مدينة فاروشا بالمنطقة المتنازع عليها استفزازا غير مسبوك والتفاصيل على موقعنا نايل.يجي ختام نشرتنا إلى اللقاء